هنبتدي ان شاء الله الرحلة بتاعتنا مع شركة كومتيا او طبعا الاسم بتاع الشركة دي اختصار لكلمة في الحقيقة دي مش شركة اكتر منها هيئة او مجموعة من الشركات متجمعين مع بعض والهيئة دي غير هدفة للربح في الحقيقة الدور بتاعها ان هي تنظم التعامل او التعاون بالحقيقة مع بين شركات كتيرة اللي بتشغالها في مجال الكمبيوتر ومن ضمن الحاجات اللي مسؤولة عنها الهيئة ديات والشهرتها جدا في الحقيقة موضوع الشهادات ان هي تعمل شهادات خاصة بيها والشهادات دي تلميزة بتاعتها يمكن عن شهادات تانية كتير ان هي بنقول عليها Vendor Neutral يعني ايه Vendor Neutral يعني ملهاش علاقة بشركة محددة يعني احنا مثلا عندنا شركتين متنفسين والشركتين دول بيعملوا نفس الحاجة اذا ايه اللي هيحصل كل شركة منهم هتنزلش هادة خاصة بيها جميل جدا شركة كومتيا بتقولك لا انا ممكن هتدرسلك واختبرك في نفس الحاجة دي من غير مرتبط بالمنهج او بالمنتج بتاعة شركة محددة ده طبعا بيبقى مفضل فيها سيناريوهات او في حالات كتيرة جدا ان انت في بيه يتعامل فيها منتجات متعددة ومش مرتبطة بشركة محددة كومتيا في الحقيقة بتقدم مجموعة شهادات كتير جدا 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 والمجموعات الشهادات المختلفة زي ما تشوفوا بتتميز يمكن معظمها برمز البلاس او الزائد زي ما تشافين كده عندنا الـ A+, Network+, Security+, Server+, Storage+, Mobility, Linux, Mobile App, Security وبعدين في بعض الشهادات طبعا مش فهاش كلمة بلاس زي Cloud Essentials, Healthcare, IT Technician طيب اي شهادات دي اتبقى او اي كل حاجة منهم بتوصلك لايه عايزين نبدأ نشوف كل واحدة او يعني بص عليهم كنا نظرة سريعة كل شهادة منهم بتأهيلك لايه بالزبط طيب يبقى هنبتدي مع بعض نبص على الشهادات المختلفة اللي بتقدمها لشركة كومتيا طبعا عشان ابسط وصيلة نعرف هالشهادات دي اتن هنخش على الموقع بتاع كومتيا نفسهم دي اللينك اللي بتوديك في الحقيقة للصفحة الجميلة جدا اللي هم عملينها دي بنسميها الكارير رودماب او يعني الخطة الخريطة اللي بتوصلك الى الكارير بتاعك ان شاء الله لينك دي هاتبه موجوده تحت في الفيديو في اليوتيوب عشان تقدر توصلها بسهولة وزي ما نشافين عندنا فيه تو اوبشن في الحقيقة نحنا نبص على الكاريرز او الشهادات المختلفة اللي بتقدمها كومتيا فيه فايل بي دي اف ممكن نعمله داونلود هنبص عليه حالا وفيه طبعا اوبشن ان احنا نختار هنا واحنا على الويب سايت نتفرج على الكاريرز المختلفة لو نزلنا كده وبصينا نلاقي ما شاء الله عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشر اختيارات مختلفة للكاريرز اللي هاتب ممكن تخش عليها اختار كارير من دول وهيبدأ هنا زي ما هنشوف الشهادات اللي ممكن تساعدك في هذا الكارير طيب ابتنى من البداية كده واول حاجة الانفورميشن سيكوريتي او امن المعلومات طبعا امن المعلومات عندنا موضوع مهم جدا امن الشبكات في الحقيقة السيكوريتي عمتا من ضمن العناصر الاساسية اللي محتاجينها في اي شبكة وفي الحقيقة من ضمن الوظيفة المطلوبة جدا جدا دلوقتي يمكن مثلا من خمس سنين او من عشر سنين لو رجعنا الورا شوية ما كانتش هتبقى بالمطالب بتاعتها بهذه الطريقة لكن النهاردة بقت حاجة مهمة جدا 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 طيب هتلاقي بيقولك هنا المستويات المختلفة ومنها لك بألوان مختلفة جميلة كده لو انا عايز ابتدي في مجال التكنولوجيا الامن الشبكات هتلاقي فيه البيجينر نوفيس اللي هو البداية وبعدين فيه الانترميديت اللي هو مستوى المتوسط مستوى المتقدم واخيرا الاكسبرت اللي هو الخبير طيب ايه الشهادات اللي هو بيقولك ابتدي بيها كبيجينر هتلاقي تقريبا في معظم التراكس عندنا هتلاقي بيبتدوا بنفس الشهادات تقريبا عندك الكومتيا اي بلاس ودي اشهر شهادة موجودة عند شركة كومتيا دي دايما بالنسبة تفكر فيها انها كانت نقطة البداية لأي كارير في الاي تي اعتقد ان كان فيه يعني احصائية قبل كده مش متذكر مصدرها بالزبط حاليا او تاريخها لكن انا قريتها قبل كده ان اكتر عدد من الناس في العالم حصلين على شهادة من شهادات الاي تي هي شهادة الاي بلاس اذا يعني واضح ان هي مهمة جدا طب بتاك بتكلم عن ايه الشهادة دي الشهادة دي بتكلم على يعني بالطريقة بسيطة جدا الصيانة بتاعة الكمبيوترز عندنا بتاعة الاجهزة اللي احنا بنتعامل معها الكمبيوترز بصغيتها العادية اللي هو الديسكتوب كومبيوتر ممكن دلوقتي طبعا في الحياة داخل في الشهادة موضوع الموبول ديفايسز زي اللابتوبس اكيد الجديدة بقى اللي هو التابلتز والموبايل فونز والصيانة بتاعة البرينترز تمام اللي برضو كجهاز من الاجهزة المهمة جدا وبعدين الجزء التاني صيانة السوفتوير يعني عندنا فيه صيانة الاجهزة الهاردوير وبعدين فيه صيانة بتاعة السوفتوير او التعامل مع السوفتوير اللي موجود عندنا وطبعا الاهم حاجة فيه هو operating systems او انظمة التشغيل المختلفة الشهادة دي زي ما تشوفوا زي ما قلتلكم مشهورة جدا وفي الحياة عشان تعديها محتاج تكتاز امتحانين هم مقسمينها لتو اجزامز مش امتحان واحد يمكن يكون الامتحانات بتاعة كومتيا زي ما بصينا على الاسعار بتاعتها فهي تحس انها غالية شوية في الاسعار بتاعتها لكن يعني القيمة بتاعتها فصول عمل يمكن بتبرر السعر اللي ممكن يكون عالي شوية طيب الشهادة التانية اللي بيقولك ممكن تبتدي فيها في البداية هي Microsoft Technology Associate Security Fundamentals في الحياة نتكلم احنا على شهادات مايكسوفت في فيديو تاني لكن هتلاحظ ان رغم ان شركة كومتيا رغم كده هي مش جايبالك شهادات بتاعتها بس هنا في الكاريرودماب او في الخطة بتاعتها جابلك شهادات بتاعت شركات كتيرة هتشوف بعد كده مايكسوفت وسيسكو وشركات اخرى لان زي ما قلت كومتيا في الحقيقة هي عبارة عن هيئة بتجمع كل الشركات اللي موجودة عندنا في الصناعة بتاعت LIT طيب ده مستوى البيجينر مستوى الانترميديت بعد كده هتلاقي في مجموعة من الشهادات المختلفة من كومتيا ومن سيسكو من شركة اسمها سيتريكس من شركة تانية او مؤسسة اسمها جي اك تمام سوري شهادة جي اك بس مؤسسة اسمها سينز وزي ما انتشافين في عندنا شهادات كتيرة جدا بقى في المستوى السيكوريتي المتوسط برضو دي واحدة من اشهر شهادات احنا هننكز على شهادات كومتيا هنا اسمها سيكوريتي بلاس دي شهادة بتتكلم على ان حضرتك فاهم يعني امن الشبكات المجينات المختلفة اللي محتاجك حركة تأمنها جوا الشبكة بتاعتك الاخطار اللي بتهدد الشبكة نقاط الضعف ازاي تتعامل معها ازاي تقدر تدير امن بتاع الشبكة كلها بداياتا هاردوير وسوفتوير اجهزة الامن حتى اللي بنسميه الفيزيكال او اللي هو الامن بتاع الجهاز نفسه كتأمينه مثلا من السرقة او من الاخطار المختلفة زي ارتفاع درجة الحرارة مثلا حاجات كتيرة جدا في الحياة بتغطي موضيع كبيرة جدا ومن اهم الشهادات اللي موجودة في البداية لو انت ناوي تتخصص في موضوع الامن بتاع الشبكات فيه طبعا شهادات تانية كتير لكن يعني احنا بنتكلم زي بولتا عشرات كومتيا في شهادة جديدة من كومتيا اسمها السوشال ميديا سيكورتي بروفشنال ودي مختصصة بالتحديد في السوشال ميديا اللي هي البلادفورمز المشهورة مثلا الفيسبوك والتويتر والانسترغرام والحاجات دي كلها والتخصص سيكورتي الخاص بها دي حاجة جديدة وما لسا عاملنا بس يمكن دي هي اشهر واحدة طيب هل في حاجة بعد كده لو دخلنا في المجال الادفانست او الاكسبرت بعد كده هتلاقي في الادفانست في شهادة من كومتيا موجودة اسمها ادفانست سيكورتي براكتشنر دي مش مشهورة اوي برضو يمكن فيه شهرات تانية بقى من الشركات اخرى لو انت دخلت في المجال تبقى مفضلة اكتر لكن زي ما شايفين دي مستوى اعلى مستوى متقدم من التخصص بتاع امن الشبكات طيب فوق هنا هو بيقولك في الحقيقة الـ average salary برضو حاجة كويسة جدا بتشوف المتوسط السنوي للمنتبات في اليو اس او في امريكا بالدولار الامريكي هنا مثلا بيقولك المتوسط 103 الف دولار للشخص اللي هو بنقول عليه الـ information security specialist او المتخصص في امن المعلومات والcurrent demand هنا بيقولك الـ demand بتاعها يعني الطلب عليها في سوق العمل عالي طيب لو دخلنا بقى الثاني تخصص اللي هو network and cloud technologies طبعا الـ network الشبكة يمكن مفهومة بالنسبة لنا الـ cloud او كلمة الـ cloud معناها سحابة يمكن متكونش واضحة شوية معناها ايه بالضغط في الحقيقة عندنا في جزء من الفيديو ان شاء الله هنتكلم يعني ايه الـ cloud بالتفصيل لكن دلوقتي يخد ان هي يعني تكنولوجيا جديدة في مجال الشبكات عندنا برضو هتلاقي في البيجينر بيقولك ابتدي بالـ A plus اللي هي شهرة بتاعت كلمنا عنها بتاعت السيانة الهاردوير والسوفتوير في شهادة تانية ممكن تبتدي بيها في مجال الـ cloud في الحقيقة الظريفة جدا اسمها cloud essentials او اساسيات الـ cloud وبردو كالعادة حطين شهادة من سيسكو ومن مايكروسوفت ممكن تبتدي بيهم في هذا المجال اللي هو مجال الشبكات بعد كده في المستوى المتوسط كنتي عندها اكتر من شهادة تعالى نبص على التلاتة دول عندنا الـ network plus ودي تاني اشهر شهادة في الحقيقة عندهم بعد الـ A plus شهادة مهمة جدا جدا وبتغطي يعني ايه network بالبداية خالص الـ network بتاعتنا بتشتغل ازاي ازاي نعمل installation او توصيل او تركيب للـ network وبعد كده configuration اللي هو تصبيت الـ network data اللي هي تشتغل العنواع المختلفة من الشبكات وازاي بنقدر ندير الشبكة بتغطي في الحقيقة يعني مقدمة عاما على موضوع الشبكات عشان كده من اكتر الشهادات زي ما قلت المشهورة جدا في بعد كده شهادة اسمها linux plus ودي واضح من اسمها خاصة بالنظام التشغيل اللي هو linux الـ operating system اللي بيشتغل يمكن اشهر في السيرفرز اللي اجهزة بتاعتنا اللي كلمنا عليها اللي هي السيرفرز فيه شهادة التالتة اسمها الـ cloud plus ودي يمكن النسخة الـ advanced شوية من cloud essentials اللي برضو عاملها كومتيا واضح ان هي بتتكلم على موضوع الـ cloud والتكنولوجيز او الحاجات المختلفة اللي موجودة عندنا في الـ cloud لو بصينا بعد كده في المستوى الـ advanced هتلاقي مفيش شهادة لكومتيا في الحياة في هذا المستوى وبالتالي برضو مفيش شهادة لكومتيا في مستوى الـ expert بوظم الوقت كومتيا هتلاقيها في المستوى المبتدئ والمتوسط فقط لان هي بداية طريقك لكن مش هي دي الحاجة المتقدمة اوي او الـ advanced بعد كده محتاجة تتخصص في الحياة وتلاقي مثلا هنا في الشهادات الـ advanced عندنا في من شركات مختلفة زي نوفيل زي سيسكو مايكروسوفت طبعا red hat vmware كل دول متخصصات وشركات مختلفة موجودة عندنا في المستوى الاعلى من كده اللي هو في موضوع الشبكات ادي الـ average salary والمتوسط بتاعنا المرتب السنوي والـ demand حاليا او الطلب في امريكا اللي هو متوسط زي ما لاحظتو السيكوريتي كان الطلب عالي لان هي زي ما قلنا بقيت حاجة جديدة ومتطلب اساسي النهاردة في الوظيف الجديدة لكن يمكن الشبكات عندنا لسه يعني موجود طبعا في طلب عليها لكن المتوسط تخصص الثالث hardware services and infrastructure والتخصص دوت واضح انه بيكلم في حاجة بايزيك بالنسبة لي هو الـ hardware اللي هو التعامل مع الأجهزة المختلفة services اللي هي الخدمات والـ infrastructure معناها البانية التحتية برضه تلاقي المتوسط بتاعه كويس والطلب عليه متوسط الـ beginner برضه تلاقي شهدات A بلاس عندنا من كومتيا اشهر شهدة زي ما قلنا عندهم في شهدة ثانية اسمها الـ healthcare IT technician في الحقيقة صناعة الـ healthcare او الرعاية الصحية نكلم على المستشفيات في الاغلب مهمة جدا فيها جزء الـ IT عشان كده كومتيا عمل شهدة مخصوص للـ IT اللي مرتبط بالصناعة الطبية او الرعاية الصحية في المستوى الـ intermediate هتلاقي فيه عندنا شهدة اسمها الـ server plus من كومتيا ودي بتتعامل في الحقيقة ازاي تتعامل مع الـ hardware والـ software مع الجهاز اللي هو server سواء في بيئة عادية زي في الشركة معينة فيها عندهم مجموعة من الأجهزة الخوادم او الخادمات اللي هي servers او في البيئة الجديدة اللي هي حاجة اسمها الـ data center او مركز البيانات عندنا برضه زي ما قلنا هتخش على المستوى الـ advanced والـ expert كده يمكن مش هتلاقي شهدات كتيرة من كومتيا في هذا المجال التالي التخصص بيكلم على الـ IT management and strategy وطبعا واضح من اسمه ان ده له علاقة بالإدارة اذا هنلاقي ده بنخلش في موضوع تاني خالص اللي هو مش بقى جزء التكنيكل او التقني زي ما احنا بنسميه اللي هو اذا تتعامل مع اجهزة وشغل هندسة يمكن كله او خاص بتكنولوجيا معينة لكن هنا بنكلم على الإدارة والإدارة طبعا موضوع مهم جدا في الـ IT قمت يعمل لنا شهادة اسمها الـ project plus ودي بتكلم في الحقيقة على إدارة المشاريع بتكلم عن متا على أي مشروع تديلو ازاي ودي شهادة مشهورة جدا فيه شهادة بعد كده اسمها الـ cdia plus ودي خاصة في الحقيقة بحاجة اسمها الـ content management او اللي هو لو فكرنا النهاردة هتلاقي ان محتويات الحقيقة الـ data بتاعتنا كلها بتبقى موجودة دلوقتي في صيغة الكترونية فازاي احنا ندير الكلام دوت دي شهادة تتخص بتهذا الموضوع برضو في مستوى الـ advanced والـ expert مش هنلاقي شهادات كتير موجودة في الـ management هتلاعي سحياة في الـ management ملاحظة بس ان هو مبتدي من مستوى الـ intermediate لان انت مش هيبقى صعب بالنسبة لك انك تخش في مجال الادارة وانت مش عندك خبرة سابقة في مجال الـ IT نفسه او عندك خلفية علمية من الجزء اللي هو التقني غالبا انت بتبقى شغال في المجال بقى لك اكتر من سنة وبعدين عايز تترقى او عايز تعرف المسامة الوظيفة بتاعك وتبقى مدير وبالتالي ازاي هقدر اتعلم الكلام دوت كمتيا بتساعدك بزي ما تشافين الشهادة اللي هي بتاعت project plus التخصص اللي بعد كده storage and data والstorage معناه التخزين والداتا طبعا هي البيانات عندنا وبعتقولي طب التخزين ده له حاجة مخصوصة في الحقيقة في الشبكات عندنا او في الـ IT التخزين له دور مهم جدا ولو الشهادات الخاصة به عندنا برضو في البداية A plus كالعادة شفناها اكتر من مرة في الـ Intermediate بقى في شهادة مخصوصة للـ Storage اسمها Storage Plus دي شهادة جديدة في الحقيقة وبتهتم بالتخزين ازاي عندنا بنعمل مثلا حاجة اسمها الـ Archiving او الـ Archive زي ما كنا بنسمي زمان ازاي بنخزن الـ Data بتاعتنا ازاي بنعمل Data Backup او نسخ احتياطية وطبعا موضوع كمير جدا ومهم جدا النهاردة في الشبكة عندنا برضو في شهادات من شركات اخرى زي ساسكو و أوراكل وكالعادة الـ Advanced والأكسبرت مش هنلاقي شهادات كتير من شركة كومتيا اتخصص بعد كده الـ Weapon Mobile و برضو بيبتدي مستوى الـ Beginner بالـ A Plus الـ Intermediate عندنا في شهادة جديدة برضو من كومتيا اسمها Mobility Plus وده بتكلم بالتحديد على الاجهزة الموبيل و ازاي الاجهزة دي بتتوصل عندنا في الشبكة والتكنولوجيز المختلفة بتاعة الاجهزة ديت و ازاي نتعامل بيها طبعا الاجهزة المحمولة بتغطي حاجات كتيرة جدا في الحقيقة مش بس الجهاز اللي هو الموبيل او الموبايل عندنا لا الـ Laptops الـ Tablet اجهزة كتيرة جدا دلوقتي اللي هي بتتوصل في او بتتتعامل في الشبكة بطريقة مش في مكان ثابت يعني برضو تلاقي فيه الموضوع ده يمكن عشان جديد شوية تلاقي فيه شهادات اقل شوية شهادات اللي موجودة مش زي المواضيع الاخرى لكن فيه شهادات من جوجل ومن ادوبي ومن CIW كل دي شهادات مختلفة في هذا المجال تخصيل بعد كده الـ Software Development او تطوير البرامج او التطبيقات عندنا برضو هتلاقي دائما نحن نبدأ بالـ A Plus لانه مقدمة عامة عن موضوع الـ IT وحديت فكرة ان انت تتعامل مع الـ Hardware والـ Software فكرة اساسية في اي تخصص في الحقيقة في المستوى المتوسط والـ Advanced والـ Expert تتلاقي شهادات مختلفة موجودة في مجال تطوير البرامج يمكن كمتيا ما عندهاش يعني شهادات كتيرة في هذا الموضوع في شهادة في الـ Advanced اسمها Mobile App Security وديت للـ Developers او اللي هم الناس اللي بيتطويروا البرامج الخاصة بالجهزة المحمولة والـ Security بتاعتها زي ما را شايفين في شهادات تانية من Oracle في الحياة شهادات من Microsoft يمكن هم مش جايبين هنا تخصصات Microsoft سيحن هزي كده كده هنأتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله التدريب وهنا بيتكلم على انك تبقى مدارب وهتلاقي في عندهم شهادة واحدة في الحقيقة في هذا الموضوع اسمع Technical Trainer Plus ودي بتقول بتقيس المهارة بتاعتك في انك توصل الـ مادة العلمية ازاي تقدر تقدم كورس معين او تقوم بشرح حاجة معينة ازاي تتعامل مع الطلبة بطريقة مختلفة برضو دي للناس اللي هي الـ Instructors وطبعا في شهادات كتيرة المعتمدة كل شركة يمكن مشهورة في مجال الـ IT عاملش هادة بتاعتها عاملش هادة مخصوصة للـ Instructors او للمدربين بعد كده آخر تخصص عندنا الـ Office Productivity او الانتاجية في العمل او في الشغل هتلاح برضو بنبتدي بالـ A Plus بس في الحقيقة يمكن انت تكون سمعت عن الـ ECDL او عندنا في مصر الـ ICDL ودي مستوى الاعلى شوية منها اللي هي الـ Advanced وهو انك تقدر تتعامل مع الـ Software بتاع الـ Office اللي هو طبعا اشهر حاجة فيه المنتج بتاع Microsoft Office فيه طبعا الشهادة اللي يمكن ذكرناها بلكده بتاع Microsoft Office Specialist في كل البرامج بتاعة Office زي Word و Excel و Outlook و Access و OneNote و PowerPoint كل برامج الـ Office المشهورة فيه بعد كده مستوى أعلى منها شوية اسمه الـ Expert لكن زي ما تشافين كومتيا يمكن ما عندهاش شهادة مشهورة في هذا الموضوع اوكي يبقى خدنا جولة سريعة كده مع بعض في الـ Careers المختلفة اللي موجودة عندنا في الحقيقة الايروبش الأخير ده مش كاريره انت بتقول له Just starting my career يعني مش بتختار تخصص محدد وهو بيقولك اوكي لو انت لسه بتبتدي في الكارير بتاعك فيه شهادة مخصوصة في البداية خالص اسمها Introduction to IT اسمها شهادة جديدة في الحقيقة عاملها كومتيا بتعاون مع شركة اسمها Stratus اسمها الـ IT Fundamentals او اساسيات الـ IT وبعد كده بتخش في مستوى الـ Beginner رح تلاقي برضو الـ A Plus طيب الـ Careers مهمة جدا وطبعا لو انت مثلا مخصوصة خلينا نشوف مع بعض الـ A Plus كمسال بس مثل لو دوسنا كده على اللينك بتاعت الـ A Plus هتفتح لنا في الـ Web site الخاص بيها هذه الشهادة بتاعت الـ A Plus وبيقولك هنا معلومات كاملة عن الشهادة ديت ليه تاخد شهادة بتاعت الـ A Plus ايش الوظائف اللي بتستخدم الـ A Plus بعدين طبعا لو نازلنا داع تلاقي في الحياة فيديوز ومعلومات عن الشهادة تاني معلومات عن الامتحانات بتاعتنا بتاعت الشهادة وزي ما قلتلكم الـ A Plus في الحياة محتاجة اتنين اجزام اجزام رقم 220-801 و 220-802 لازم أبوس أو أنجح في الـ 2 امتحان دول عشان قدر اخد في الشهادة في الآخر الشهادة اللي هي الـ A Plus هنا بيكلم عن عدد الأسئلة ونوع الأسئلة وقت الامتحان قد ايه الفترة اللي انت مفهود تكون عارفها بقالك قد ايه في مجال العمل دوت قبل ما تخش الامتحان دوت وبعدين بتلاقي هنا لكل امتحان درجة النجاح بين الـ 900 مثلا هنا 675 و700 واخيرا الـ Languages أو اللغات المختلفة اللي بيعرض فيها الامتحان واتلاحظوا هنا في النص في اللغة العربية طيب لو حبيت بقى يعني اعرف علومات اكتر بقى معلومات تكنيكا الامتحان نفسه ايه في الحقيقة تطلع فوق هنا كده لـ Exam Objectives اللي هي بتغطي بقى النقاط بالضبط اللي هو الامتحان دوت هيختبرك فيها هتلاحظ طبعا انه بيقولك طيب what does the exam cover اللي متحان دوت بيغطي ايه وبعدين بيقولك كل واحد منهم للـ Document بتاعته اللي انت تقدر تعملها ده ونوت بس زي ما تشافين محتاجين في الحقيقة نملي بعض البيانات عندنا هنا عشان خاطر نشوف نعرف الـ Data ديت فخلينا بسرعة كده اوكي كده مللنا الـ Data بسرعة نشوف كده هيدينا الـ Option ان احلا نداولود او هتبدأ الـ Download Automatic اوكي ايه زي ما نشوفين الـ Objective صلعت قدامنا هي لـ Two exams الـ A plus 220-801 و 220-802 لو دوسنا اللينك الاونية تلاحي فيه فايل PDF نقدر نفتحه مع بعضينا كده ونبص على الـ exam objective تلاحي الدوكم انتبارها 22 صفحة في الحقيقة وبعدين في الامتحان دوت بيجيب لك باختصار في الاول النسخ الامتحان هيغطي ايه زي مثلا PC hardware 40% من الامتحان واضح ان هو الاغلب الجزء بتاعه خاص بالشبكات 27% اللاب توبس 11% البرينترس 11% معناها طريقة العمل او تنظيم العمل ازاي 11% لما تيجي تبص على كده عايزين تفصيل الكلام دوت هتلاقي بالتفصيل هنا PC hardware وبيبدأ بيجيب لك بالتفصيل ايه بالظبط اللي حضرتك لو انت شايف الكلام قدامك دوت فيه كلام مش مفهوم يعني ايه كلمة ديت يعني ايه DDR3 مثلا انا مش عارف يعني ايه serial and parallel cards مثلا كلام ده كله محتاج حضرتك تكون عارفه بالظبط عشان خاطر تقدر تخش الامتحان اذا نقدر نشوف الـ exam objectives عندنا بالتفصيل في الحقيقة للـ two exams هنا والاي exam موجود عند Comptia وبالتالي اشوف انا جاهز ان اخش الامتحان دوت ولا لا الـ document اللي بتدينا بها بقى من البداية خالص لو فاكرين هنا الصفحة ديت كان بيقولك ان فيه option انك تدونلود الحاجة اسمها الـ roadmap ديت فايل pdf لو نلقي عليها نظرة كده قبل ما انتهي هتشوف ان اهيه دي الـ document بتاعتنا IT certification roadmap من Comptia وهدي تخصصات هي هي اللي كنا بنكلم عنها بالظبط في الصفحة على الويبسايت بس جايب هلك هنا بقى زي ما شوين بشكل صريف شوية وحسب التخصص بتاعك مثلا information security تلاقي نفسك بتبتدي بالخط الازرق دوت كده مثلا الهاردوير بالخط الاخضر وهكذا ده نعمل زومان ونشوف التخصصات بتاعتنا تلاقي مثلا الخط الازرق بتاع السيكوريتي بيينصحك بالـ Comptia A Plus أو الـ Comptia IT fundamentals Microsoft اللوجوس دي طبعا خاصة بالشركات اللي موجودة عندنا وبعدين اقدر اخش بالخط الازرق بعد كده الـ Comptia Security Plus وهكذا تمام؟ يبقى فيه الدوكيمنت دي موجودة برضو او يمكن انا بفضل اللي هي الشهادة اللينك اللي موجودة online اللي هي ديت عشان تشوف مطرية ازرف شوية بس دول الـ Two options اللي موجودين والديمك اشتركوا في القناة